مساء الخير على كل متابعينا النهاردة هنستعرض تأثير صدور قانون التأمين الموحد على تطوير القطاع وجذب استثمارات جديدة وتوسيع مضلة الحماية التأمينية للمواطنين كمان هنناقش قطة الحكومة لبناء الإنسان المصري وتطوير ملفات الصحة والتعليم واستكمال مصار الإصلاح الاقتصادي وده بيجي بعد تغيير وزاري موسع استهدف تطوير الأداء وضخ دماء جديدة ودلوقتي هنناقش فرص نمو قطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد واللي سمح لأول مرة بتأسيس شركات تأمين طبي متخصصة وكمان تأسيس شركات تأمين متناهي الصغر بجانب عدد كبير من التأمينات الإجبارية هيكلمنا أكتر عن الموضوع ده دكتور خيري عبد القادر خبير التأمين الاستشاري أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور خيري أهلا وسهلا بساعدة كفان عايز أعرف من حضرتك في البداية رأي حضرتك في قانون التأمين الجديد والله القانون الجديد ده كان منتظر منذ فترة كبيرة أن يصدر وأخذ حراك مجتمع كبير جدا من خبراء التأمين والشركات والمتخصصين حتى أجيزه في مجلس النواب وصدر القانون 155 لسنة 24 في 10 يوليو 24 هو قانون شامل كامل لكافة تشريعات التأمين ألغى كل القوانين السابقة المصدرة في إدارة شؤون التأمين وجمع كل هذه القوانين في قانون واحد شامل أضف إليه بعض الإضافات الجديدة القيمة اللي هتسري السوق وزي ما ساعدتك أشارتي إنشاء شركات تأمين طبي لأول مرة في السوق المصري ده حينمي هذا القطاع بشكل كبير جدا هيكون دور مساعد للتأمين الحكومي اللي الدولة انتهجته وطبقته في بعض المحافظات وجاري تطبيقه في المحافظات الأخرى ليشمل التأمين الطبي كل قطاعات المجتمع سواء كانت القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة فالقانون الجديد ده ألغى قوانين 54 بشأن سندي التأمين الخاصة وألغى القانون 10 لسنة 81 بالإشراف والرقابة على شركات التأمين وألغى القانون 73 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على السيارات وجامعوا كله في قانون واحد شامل أضاف إلى العديد من البنود والمواد التي تسري صناعة التأمين صناعة التأمين في مصر صناعة راسخة مستقرة بحكم أن الدولة من خلال القواديين ومن خلال هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب هذا القطاع بشكل كامل لأن دور الدولة هو حماية حقوق حملة الوسائق بيانوت لهذا الدور الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بهذا الدور بشكل متوازن بشكل باستخدام الأسليب العلمية والمعايير الدولية بحيث النهاردة السوق مستقر منذ أنشاءه ولم يحدث أن أشهرت إفلاس أي شركة تأمين في السوق المصري منذ أن تم تطبيق القوانين بشكل جدي دكتور خيري خلينا نتكلم عن الفرق ما بين القانون الأديم والقانون الجديد القانون الأديم كان قانون عشر لسنة 81 ده برضو كان حد نتاج وجهد كبير جدا من رجال التأمين في ذلك الوقت وخرج قانون بشكل أحكم السيطرة على قطاع التأمين بشكل جدي لكن ظهرت متغيرات كثيرة جدا ومواضيع كثيرة جدا تستلزم وجود التأمين فابتدنا أن نصدر قوانين لاحقة للقانون العشرة أو مكملة زي التأمين الإجباري للسيارات السنديق الخاصة وتعديلها ظهرت عندنا التأمين الطبي ووجود بعض الشركات التي تمارس إدارة البرامج الطبية وهي خارجة عن ولاية هيئة الرقابة المالية ابتدى بعد كده نفكر فيه يكون عندنا شركات متخصصة في التأمين متنهى الصغر والدولة متاجهة إلى تنمية هذا القطاع بشكل كبير جدا كان التأمين دوت أو أصحاب المهن أو أصحاب الأعمال الصغيرة التي لم تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لما بيروح لأي شركة التأمين ما كانش بيلاقي المنتج اللي هو يتناسب مع إمكانياته ومع طموحاته في المحافظة على المخاطر اللي بتعرض لها المشروع فإنشاء شركات للتأمين متنهى الصغر تغطي مجموعة من الأخطار بتعرض لها تلك المشروعات دي خطوة جيدة جدا وحتنمي قطاعات كبيرة جدا في المجتمع للمحافظة على الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب الأعمال لأن كانت الإشكالية الكبيرة أنا راجل عندي مشروع صغير تكلفة التأمين العالي علي الاشترافات التأمين كبيرة جدا فبالتالي ما كانش لديه نصيب أن أنا أحافظ على ممتلكاتي أو أحمي ممتلكاتي وجود هذا القانون وإنشاء شركات متخصصة بالتأمين الموضوع الصغر وإعفاء تلك الشركات من بعض الرسوم كما هو ورد بالقانون ده هيساعد على نمو الأعمال في قطاع الصناعي والقاعدة طيب التأمينات الإجبرية يا دكتور اللي شمالها قانون التأمين الجديد عايزة حضرتك توضحها للسادة المشاهدين لأن حضرتك طبعا أثرت دلوقتي نقطة مهمة جدا أن المواطن اللي مثلا متوسط الدخل أو محدود الدخل هو برضو من حق أنه يحافظ على ممتلكاته تمام فعايزة حضرتك توضح للسادة المشاهدين التأمينات الإجبارية اللي شمالها القانون الجديد هي فكرة التأمين الإجباري أن الدولة بترى أن هناك بعض الأخطار يجب أن يكون التأمين عليها واجبا وبالتالي فهي تجبر الأشخاص زي إيه؟ مثلا زي لما قلنا عندنا الأشهر التأمين الإجباري على السيارات التأمين الإجباري على السيارات هو تأمين المسئولية المدنية لأصحاب الصراط تجاه من يتعرضون لأي خطر من استخدام السيارة هذا النوع من التأمين لو إحنا تركناه اختياري ما حدش هيقبل عليه ولكن الدولة سنت قانون للتأمين الإجباري على السيارات وده غالبية الناس بتدفع التأمين على كل سيارة وهو قبل أن يكون مدرك مهيت التأمين التأمين ده بيغطي المسئولية المدنية تجاه الغير تجاه الغير يعني مين؟ يعني الغير ده هو من يحصل لحادث تصادم أو اتلاف ممتلكاته بسيارة من هم داخل السيارة من غير أهلية المؤمن له صاحب السيارة كل دول يعتبروا غير طب إذا حصل أي أضرار القانون السابق قبل التعديل للقانون في الفترة الأخرانية كان بيمنح أن كل مضرور أو متضرر من إصابة سيارة يلجأ إلى المحاكم والمحاكم تحكم بما يراه القاضي من تعويض في الحالة دي ظهرت لنا مشكلة أن ما أبقاش يصل الحق إلى مستحقيه فظهرت القضية الشهيرة اللي ظهرت في فيلم ضد الحكومة فنانا أحمد زاكي ما فيا التعوضات تدعت القانون حصل عليك عديل كبير جدا قال أن كل مضرور سواء حصلت حالة وفاة أو عجز كلي أو إصابة بيحصل من شركة التأمين على تعويض مقطوع 40 ألف جنيه في حالة الوفاة وفي حالة العجز الكلي ونسبة تبقى لنسبة العجز الذي أصابه يصرف فورا بمجرد تقديم شهادة الوفاة محضر الشرطة قرار النيابة إعلام وراسة يصرف فورا مبلغ التعويض اللي كان 40 ألف في القانون الأديم ثم أصبح 100 ألف في القانون الجديد والله يا دي نقلة جيدة أن كان المبلغ الـ 40 ألف عندما تم تحديده في القانون الأديم كان يناسب جبر الضرر بعض الشيء أو يمكن الأسرة أنها تجبر ضررها وتلجأ إلى البحث عن مستحقات دون ضغوط من آخرين فرفع المبلغ من 40 ألف إلى 100 ألف هي خطوة جيدة ولكن ما زال برضو المبلغ هل هي كافية يا دكتور؟ لا طبعا مبلغ المئة ألف النهاردة يعني لو إحنا قررناها بقبل تقابل كده لو جلنا الـ 40 ألف كانوا يمثلوا كام دولار والنهاردة المئة ألف يمثلوا كام دولار هل لقى أن المبلغ انخفض مزاتش لكن ده برضو حزبة اكتورية أن حجم الأقصات المحصلة حجم التعوضات المتوقعة فبتا يتحددون عليها القص يتحدد عليها مبلغ التأمين يعني دايما كل التأمين مبني على حزبة اكتورية بمعدلات الخسارة دكتور خيري خلينا يعني نتكلم كمان عن التأمين متناهي الصغر والحياة دي خطوة يعني جيدة جدا وأهمية القانون يعني القانون الجديد جاء فيه أهمية تأسيس شركات متناهية الصغر أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل دكتور خيري دلوقتي يعني عايزين نتكلم عن شركات التأمين متناهية الصغر يمكن القانون الجديد جاء فيه 30 مليون جنيه رأس مال شركات متناهية الصغر للتيب ايه 15 مليون جنيه للتأمين الطبي المتخصصة 60 مليون جنيه الوساطة بقت 5 مليون بدل 2 مليون حضرتك شايف أن رؤوس الأموال دي كافية ولا شايف أن لازم يحصل اندماجات واستحوازات بعد رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات التأمين طبعا هو لما القانون بيرسم في مواده تحديد رأس المال بما لا يقل ده لا يمنع أن أي شركة تأمين عندها ملاقة مالية أو أي مستثمر عنده ملاقة مالية أن يزيد من رأس مال رأس المال هو الوسادة اللي بتمتص أي صدمات قد تتعرض لها الشركة أثناء مزاولة نشاطها كلما كان رأس المال كبير كلما بيان ذلك أن هناك ملاقة مالية للشركة في إدارة محفظتها التأمينية القانون لما جيه بيحدد طبعا حتى يشجع إنشاء مثل هذه الشركات خلينا نوضح برضو أن أصبح 250 مليون جنيه للشركات التأمينية العاملة في مجال الممتلكات أو تأمانات الحياة برضو كلما زادت رؤوس الأموال طبعا فيه شركات تجاوزة رأس مالها المليارات ورغم أن القانون محدد مثلا 200 مليون أو 250 لأن الشركة كلما توسعت في أعمالها ومحافظها كلما دعمت رأس مالها حتى يواكب ذلك لإيه التطور في نمو أعمالها فالقانون بيحدد حد أدنى لرأس المال فلما وضع 30 مليون جنيه للشركات المتعنية الصغر دع لشان يكون عندها قدرة على ممارسة نشاطها بشكل كفء لكن لا يمنع أن يكون أي مستثمر حينشئ شركة تأمين ويخلي رأس المال 300 مليون بدل 30 مليون يبقى ملأته المالية أقوى قدرته على التوسع في السوق وفتح فروع أكتر أقوى ده يعني بس القانون بيحط حد أدنى لرأس المال لما حط الحد الأدنى لشركات التأمين الطبي 60 مليون هو برضو راعة أن الشركات ديها تشتغل في فرع واحد من التأمين قد يكون عدد فروحها في البداية ليس بالكسرة لكن الشركات دي ممكن تنمي رأس مالها وتبدأ برأس مال أكبر من كده لكن القانون بيحط دائما للحد الأدنى فيما يخص شركات إدارة البرامج الطبية دي برضو إضافة جديدة للقانون كان الشركات ديها تخرج عن ولاية تهاية الرقابة المالية تمارس أعمال إدارة المحافظ الطبية للعملة وهي كانت همزة وصل أو وسيط ما بين الشركات وبين مقدم الخدمات من المستشفيات والجهات المتخصصة النهارة القانون ألزمها أنها تكون شركة مساهمة أنها تكون تحت ولاية الهائة من تأسسها ومن ترخصها ومن ممارسة أعمالها ومن الرقابة عليها ده حيدعم السوق والحاجة الوحيدة للقانون المصري أو السوق المصري يعني يفتخر بها أن كل من يعمل في مجال التأمين هو تحت طائلة تحت مظلة القانون وتحت رقابة هيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة المالية من أهدافها الأساسية هي حماية الحقوق سواء حماية حقوق حاملة الوصائق أو حماية حقوق الشركات والمساهمين فيها الأدوات الرقابية اللي بتقوم بها الهيئة هي المعيار اللي بيحكم هذا السوق والتالي السوق بتاعنا سوق مستقر القوانين بتاعتنا قوانين رائدة يعني أنا ما كنت في رسالة الدراء عامل مقارنة بين 17 قانون في إدارة التأمين أو براقبة التأمين كانت قانون المصري قانون متميز ووجدت أن العديد من الدول العربية بتاخد القانون المصري كمثال لها اللي لم يكن تبكا من المواد المستخدمة فرأس المال هو الوسادة كلما كان رأس المال قوي أكبر كلما كانت الشركة ملئتها المالية أقوى هل حضرتك شايف أن رأس المال ده يعني الشركات هتقدر أنها توفره ولا هنا لازم يتم استحواز على بعض الشركات واندماج لبعض الشركات والله هو رأس المال الموجود حتى في القانون هو مبالغ يمكن لأي مستثمر جيد جاد يريد أن يخش فيه صناعة التأمين أنه يوفره يعني زيادة حتى رؤوس الأمال كل شركة قائمة دلوقتي في كل سنة بتبدأ تعمل تدعيم لراس مالها فبالتالي رأس المال بالمبلغ الموجودة دي هي مبلغ متوضعة وليست كبيرة ولكن الحد الأدنى اللي حطاه اللي وضعه القانون لدخول الأفراد اللي هم عندهم قدرة على ممارسة النشاط يعني أنا لو قلنا رأس المال مئة ألف هنقع عندنا عشر تلاف شركة طب عشر تلاف شركة ده هقدروا يوفوا التزامات الناس ولا أنا أختار قدرات مالية تسمح أن السوق يستقر ونحافظ على أموال الناس لأن فلوس التأمين هي مش فلوس شركات التأمين فلوس التأمين هي أموال حملة الوصائق كل من يحمل وصيقة هو صاحب هذا المال وبالتالي أموال حملة الوصائق بتبقى في معزل حتى في القوامة المالية عن حقوق المساهمين اللي هي رأس المال والهيئة العامة للقوامية تراقب مدى توفر هذه الاتزامات الخاصة بحقوق حملة الوصائق فبالتالي دائما أبدا سيبقى السوق مستقر في طمأنينة لكل من يحمل وصيقة التأمين أنه سيحصل على حقه عندما يتحقق الخطر اللي هو مأمن منه دكتور خيري حضرتك كدكتور متخصص في التأمين عايزة حضرتك تكلمني عن ما يحتاجه القانون الجديد اللي لسه مازال قطاع التأمين محتاجه والله القانون لسه صادر يوم 10 يوليو السيد رئيس الجمهورية وقع القانون 10 يوليو ونشر في الجريدة الرسمية ولسه اللي ماده كثيرة جدا فلسه مازال في مرحلة الاستكشافه لكن هو لما ضم كل القوانين المتعلقة باقطاع التأمين فهنا هنا وحدنا التشريع الخاص بهذه الصناعة وده حيدعم الصناعة بشكل جيد القانون كمان في كل مادة أو في بعض المواد الحرية لهاية رقوة المالية عندما ترى متغير أن تقوم بإصلاح هذا المتغير يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن التأمين متنهى الصغر هو القانون قال بما لا يتجاوز 200 ألف جنيه قيمة الأصول المؤمنة عليها حتى يندرك تحت تمين متنهى الصغر لكن ترك للهيئة ده الحق أنها تعيد النظر في هذا الثقف اللي هو المتين ألف جنيه في كل سنة ويزيد هذا الثقف بالنسبة 25% بما لا يتجاوز 25% سنويا فهيئة رأيت بعد سنة واثنين وثلاثة أن المتين ألف جنيه أصبح مبلغ زهيد أنها تقدر تيرفع هذا المبلغ لأن هناك تضخب وفي تغيير وهو الفكرة أنه لما قال المتين ألف جنيه هو عايز الصناعات الكثيرة جدا الشباب اللي هو فاتح محل صغير زي ما احنا شفنا في الحادثة بتاعة بانسويف والمينيا السوق التجاري الخاص بالشباب لما أحرط ما أبقاش عندهم قدرة هو فقط دراس ماله بالكامل وما كانش يقدر يروح يعمل تأمين فيدفع نسبة كبيرة جدا من إراده لوصيقة التأمين فحل الدولة أو وجدته فيه وجود شركة متخصصة في التأمين المتنهى الصغر تتعامل معهم حتى التأمين المتنهى الصغر فيه حتة جميلة جدا أن القانون عافى كل من يحمل وصيقة التأمين المتنهى الصغر من الرسوم المقررة في القانون في المادة 208 ده برضو معناه أنه بيخفف عن كاهل المؤمن له اللي هو صاحب المهنة أو صاحب الصنع أو صاحب الورشة من المصاريف الكثيرة اللي هي مفروضة في التأمين التجاري محتاجة حضرتك تشرح لي النقطة دي أكتر يعني النهاردة لما أجأ أقول أن أنا بأخذ رسوم إشراف وبأخذ دمغة نسبية وبأخذ مصاريف إصدار كل دي نسبة من قصة التأمين فلما أنا فيه من بعض هذه الرسوم يعني أنا بخفف على إصدار التأمين لما أجأ أعمله تأمينات متخصصة بإشتراطات خاصة يبقى أنا برضو بشجعه أنه هو يعني شخص عنده بشروع بـ 100 ألف جنيه المئة ألف جنيه لما يروح يشتري وثيقة التأمين من شركة التأمين تجاري وفي نفس الإدارة اللي بتصدر وثيقة بـ 2 مليار جنيه مبلغ رسمها أو 6 مليار جنيه هيبقى الراجل ده يعني وزنه النسبي بالنسبة لشركة التأمين حتى ضعيف لكن لما يبقى هو موجود في شركة متخصصة الأقصى 200 ألف جنيه أقصى حد وانا بـ 100 ألف جنيه بقى أنا في موضع يعني جيد مع شركة التأمين هتقدم لخدمات جيدة والشركات هتراعي أنها تنزل إلى الأماكن المستحقة لهذا النوع من التأمين شايف أن حضرتك ده هيزود الوعي التأمين هو الوعي التأمين هي يعني عايز أقول هي ثقافة ثقافة مجتمع أنا النهاردة لما أنا هكلمت بصفة شخصية أنا مأمن على كل شيء أمتلكه مأمن على بيتي مأمن على شركتي ومكتبي مأمن على موظفيني أيوة لأن حضرتك أساس تأمين هقول لي ساعتك حاجة يا مهو برضو في أساس التأمين ما أخدوش نفس هذا النهج الوعي التأمين هو إحساس بالخطر يعني أنا كلما حس بالخطر يبقى أنا بدور على وسيلة لإدارة هذا الخطر التأمين طبقا اللي احنا ما تعلمناه هو أحد سياسات إدارة الخطر هي سياسة نقل الخطر إلى شركة متخصصة أكثر من ندرايا عندها أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعارضين لنفس الخطر وبالتالي هو بيوزع المخاطر فيبقى التكلفة بتاعت التأمين قليلة فالتأمين هو سياسة نقل الخطر فكلما كانت الإنسان عنده شعور بخطر وعايز يديره بشكل لا يحمله تكلفة ويعوضه في حالة ما إذا أدير يبقى حيتجه للتأمين لازم يتجه للتأمين يتجه للتأمين دكتور خيري أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك لنا النهاردة في البرنامج أنا بشكر سعادتك طبعا على إصارة هذا الموضوع في وقته والوعي التأميني برضو هو أحد تنميته ورافضه هو البرامج اللي سعادتك بتعمليها وغيرك من الإعلامين الأكفاء بيعملوها حقا المجتمع يحس بأهمية التأمين وأهمية المحافظة على ممتلكاتنا لأن في النهاية هي دي ممتلكات دولة يجب كلنا التكاتف لنحافظ عليها شكرا جزيلا على حضرتك